تبقى عندنا دلوقتي هذه الكوادر الشابة اللي تبقى موجودة كوادر بالفعل مؤهلة تقدر تشغل هذه البناثة وده المشروع اللي بدأوا السيدة الرئيسة عفتاح السيسي في فكرة انه تمكين الشباب بس الشباب يتمكن وهو مؤهل صحيح والتأهيل هنا مبني على البرامج اللي بتتقدم لهم في نفس الوقت انه يبقى بيتأهل انه يبقى رجل دولة رجل دولة بمعنى انه فاهم الدولة وفاهم يتعامل معها ازاي وقدر على انتخاذ القرارات بالزبط وكمان ادارة الازمات ادارة الازمات بالزبط وانحنا بنشوف بتم تدريبهم طول الوقت على خليط الازمة خليط العمل انه العمل جماعي وزارات ازاي بقوا في تنسيق بينهم وبين بعض الهيئات المختلفة ازاي بقوا فيهم بتنسيق بعض وكلهم خادوا التجارب بتاعة المحاكاة وخادوا التجارب بتاعة منتج الشباب العام وتأسيسه وتنظيمه وغيره مؤتمر القومي للشباب وغيره فبالتالي بقى عندنا ناس تقدر انها تمارس العمل ده واحنا ممكن نعتمد عليه وممتعدنا لهم كمان فيه وقت دقيق جدا صحيح وفي ظروف صعبة وطبعا التحديات الاقليمية يمكن سيد الرئيس تكلم على الامن القومي اولا لانه بالفعل الامن القومي المصري فيه تحديات كبيرة بتحصل ويمكن شايفين الوضع فيه الصراع العربي الاسرائيلي وتأثيراته السلبية علينا خاصة في انخفاض الإرادات في قناة السويس ودعب على الحكومة كبير ان هي لازم تسرع تلاقي استثمارات وتضوخ استثمارات سريعا عشان يبقى عندك عملة صعبة تقدري توفري بيها احتياجات الدولة المصرية فده تحدي كبير جدا لكن احنا هنا بنعتمد فيه عالمين على الشباب والشباب هنا بكفاءاته بتجربه بقدرته على القيادة والتأهيل اللي هو حصل عليه ودعضي في اختبار وبتحاول ان انت تعملي سياسات جديدة مبنية على ايه وانا بتتصور انه لو احنا عملنا قراءة اخرى للسفيات اللي احنا شفناها الخبرات الدولية الكبيرة اللي احنا موجودة في الوزارة في اكتر من وزير عنده خبرات دولية اشتغل فيه شركات دولية واشتغل فيه مناصب دولية نمرة اتنين جزء منهم جاي من القطاع الخاص وبالتالي انت هنا بتشريك القطاع الخاص في ادارة الحكومة وده مؤشر للسمار سواء الداخلي او الاجنبي وانت بقى عندك وزراء بالفعل موجودين فالقرار الوزارة هيبقى في زهن وطول الوقت للقطاع الخاص وازاي تفتحي له المجال اكتر عشان يبقى مساهم اكتر في عملية التنمية الحاجة الاهم ان كلهم عندهم نشاط اجتماعي ومجتمعي واهلي وتنموي يعني كلهم موجودين في مؤسسات تنموية بتعمل على تقديم الرعاية وبتعمل على تقديم المبادرات التنموية وغيره سواء بقى في حياة كريمة او في التحالف الوطن عمل الاهلي فغالبيتهم مارس كمان للعمل الاهلي ده بيدينا مؤشر على انه هذه الحكومة في زهنها حكتين السمار كاساس لحركتها وانه يبقى فيه ضخ طول الوقت الاموال قادمة من خارج الدولة عشان يبقى فيه سمارات دخلة ققيمة مضافة للاقصاد المصري وكمان استدامة العمل الاهلي التنموي فبالتالي هنا الانحياز للمواطن مبني على انه هذه الحكومة وضع في اولوياتها ارضاء المواطن المصري وده هدفها الرئيسي وهدف التغيير في تأديري لانه التكليف الاول لهذه الحكومة هو انه تشوف الناس محتاجة ايه ارضاء المواطن المصري وايضا فكرة الاستثمار في المواطن المصري